من هذه الطريق الوعرة اتجهنا إلى شمالي غربي محافظة القنيطرة حيث بلدة جبات الخشب ترتفع عن سطح البحر ما بين 900 إلى 1200 متر تتميز بتضاريسها الجغرافية وتاريخها الثوري فأحفاد أحمد مريود أحد قادة الثورة السورية الكبرى في الجنوب واصلوا نهجه فكانوا من أوائل قرى الجولان التي ثارت ضد نظام الأسد شاركت قريج جبات الخشب بالمظاهرات السلمية أسوة بأي محافظة ونصرة لدرعة نصرة لحمص نصرة لكناكر التي كانت أقرب بلد بالنسبة لنا تشارك بالمظاهرات السلمية كغيرها من باقي المناطق دفعت جبات الخشب ثمن انتمائها الثوري ووقوفها في وجه الاستبداد فقدمت أكثر من مائة وخمسين شهيدا وقرابة خمسة وثمانين معتقلا هذا فضلا عن أضرار البنية التحتية جراء قصف قوات الأسد قدمت جبات الخشب أسوة بباقي المحافظات السورية والقرى السورية رغم عدد سكانها القليل أكثر من خمسة وثمانين معتقل حتى هذه الأيام وعدد شهداء بابين عسكريين مقاتلين ومدنيين فاقل مئة وخمسين شهيدا مجلسها المحلي يشكو ضائقة اقتصادية تتفاقم مع الوقت تتمثل في شحن بالمياه ومصادرها ونقص كبير في مادة الطحين إضافة إلى عوز بضروريات الحياة اليومية أمور شد من وطأتها وجود طريق وحيد يربط البلدة بالمنطقة الجنوبية يعرف باسم طريق الحميدية وهذا خطر جدا جراء رصده من قبل قوات الأسد كل ثلاث أو أربع شهور أو أكثر حتى يحصل المواطن في هذه البلدة على سل غذائي ويعاني أهالي بلدة جباثة من الفقر الشديد لعدم وجود إمكانيات أو موارد ليسد المواطن رمق العيش في هذه البلدة كل ذلك ألقى بظلاله الثقيلة على قرابة خمسة آلاف نسمة من سكان البلدة فضلا عن عدد آخر من النازحين والمهجرين إليها فغابة البلدة أو محميتها الطبيعية المشهورة بأشجار الخوخ البري والبلوط والبطم والزعرور صارت مأوى لمن قصد البلدة نازحا أو مهجرا ولعل هذا الطفل يلخص المشهد برمته أهالي البلدة يشتهرون بالزراعة خاصة الحمضيات والبقوليات وبيوتها من الحجارة البازلتية والطين والخشب تنتشر من حولها المساكن الإسمنتية الحديثة في كافة الاتجاهات هي قصة صمود في وجه اقتحامات متكررة وجدار منيع عصي على نار قوات الأسد وحصارها ترجمة نانسي قنقر